موسيقى سننتقل الآن إلى القراءة والمهارات اللغوية السؤال الأول أحدد المعنى اللغوي للمخردات الآتية الضيغم، الجحفل والكمات ما هو الضيغم؟ نعم يا بيان هو صغير الأسد واسع الشدق طبعا هذا معناها المعجمي الضيغم هو الأسد الجحفل ما هو الجحفل يا إخلاص؟ الجيش الكبير نعم الجيش الكبير والعظيم الكومات يا صلاة طيب بيان الكرد ما عم نسمع صوتي ما معنى كلمة الكومات؟ نعم يا بيان المقاتل بلباس الحرب كاملة نعم إذن هو الشجاع والمقدام الجريء في السؤال الثاني يقول أوضح المعنى الدلالي لكل مما يأتي العماد، المضفر، محراب العقل، وسيفيات ما هو العماد؟ يا محمد العماد هنا المعنى الدلالي طبعا المقصود به في القصيدة العماد هو الحمود الذي يوضع في وسط الخيمة ويثبتها ويرفعها أما طبعا هذا المعنى اللغوي له أما المعنى الدلالي له في القصيدة فهو العلو والرفع المضفر هو القوي المنتصر والمقصود به هنا سيف الدولة الحمداني محراب العقل أي إطار العقل أو إشرافه طبعا هذه الكلمة وردت في مقدمة الإضاءة التي تحدثت عن مناسبة القصيدة أما السيفيات فهي القصائد التي قالها المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني سميت باسمه السؤال الثالث أبين مفرد كل من العوالي والمران ثم أبين معنى كل منهما في قصيدة مفرد كلمة العوالي وما معناها المران الرماح الصلب المران هي الرماح الصلبة نعم مفردها مرانة أما كلمة عوالي فمفردها عالي ومعناها المرتفع من الشيء رجاء يا صلاح انتبه المايك عيب يظل عندك شاغل عيب يشوش على زملائك انتبه أنه يظل مضفع إذن الكلمة عوالي مفردها عالي ومعناها هو المرتفع من الشيء أما المران فمفردها مرانة وهي الرماح الصلبة السؤال الأول من البنية الفكرية للنص اختار الإجابة الأكثر دقة مما يأتي ننتبه إلى السؤال الأكثر دقة يعني كل الإجابات فيها نسبة من الصحة ولكن نريد الأكثر دقة بينها الفكرة العامة للنص هي الشجاعة وسداد الرأي في شخصية سيف الدولة أم شجاعة سيف الدولة في الحرب إعلاء شأن العقل أم عظمة سيف الدولة ومنزلته الرفيعة نعم يا صلاح الشجاعة وسداد الرأي في شخصية نعم أحسنت إذن الإجابة الصحيحة هي الشجاعة وسداد الرأي في شخصية سيف الدولة سؤال الثاني أسمي الفكرة الرئيسية لكل مقطع من مقاطع النص الشعري المقطع الأول ما هي فكرته الرئيسية؟ نعم يا صلاح ذكرنا بالمقطع الأول بيان أهمية العقل نعم إذن المقطع الأول الذي يقول فيه الشاعر الرأي قبل شجاعة الشجعاني هو أول وهي المحل الثاني فإذا هم اجتمعان لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران إذن هنا الفكرة الرئيسية للمقطع الأول هي أنه للرأي منزل أعلى من الشجاعة وكليهما منزلته عظيمة المقطع الثاني يا بيان ذكرنا بالمقطع واذكري الفكرة الرئيسية له ولما تفاضلت النفوس ودبرت أيدي القمات عوالي المراني هون تفاضل الناس في العقول المقطع الثاني نعم لو لا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان ولما تفاضلت النفوس وتبرت أيدي القمات عوالي المرانية إعلاء شأن العقل المقطع الثالث يا محمد ما هي الفكرة الرئيسية له السيف الدولي إذن هنا يمدح سيف الدولة ويمدح شجاعته في الحرب لو لا سمي سيوفه ومضاؤه لما سللنا لكنا كالأشفاني حتى البيت الأخير الذي يقول فيه طبعا البيت الأخير في المقطع نفسه يقول إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقت جمعاني الفكرة الأخيرة للمقطع الأخير ما هي؟ نعم يا بيان مكانت سيف الدولة بين العرب نعم إذن عظمت سيف الدولة ومكانته ومنزلته الرفيعة بين العرب التي يقول الشاعر بها في البيت الأخير رفعت بك العرب العمادة وصيرت قمم الملوك مواقداً نيراني أحسنتم بارك الله بكم جميعاً السؤال الذي يليه يقول استخرج ما في الأبيات الأول والثاني والرابع والسادس من حقيقة ورأي يعني نبين في كل بيت هل كانت حقيقة أم رأي البيت الأول يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني في هذا البيت حقيقة أم رأي يا بيان حقيقة إذن في البيت الأول حقيقة لأن الرأي والعقل مقدم على كل المناقب والصفات فالعقل يحتل المرتبة الأولى وهذا شيء حقيقي البيت الثاني فإذا هم اجتمعات لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكانه نعم يا محمد هنا حقيقة أم رأي رأي يا بيان في نعم هنا رأي الشاعر يرى أن إذا اجتمعت الشجاعة والعقل في إنسان بلغ منزلة عالية من العلياء والمجد البيت الرابع لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان يا صلاح في هذا البيت هل حقيقة أم رأي حقيقة نعم إذن هي حقيقة لماذا لأن العقل هو الذي يميز الإنسان عن باقي الكائنات حتى لو كانت قوية كالأسود البيت السادس لولا سمي سيوفه ومضاؤه لما سللنا لكنا كالأجفاني هل هنا حقيقة أم رأي يا إخلاص رأي إذن هنا رأي لأنه يتحدث فيه عن شخص محدد هو سيف الدولة الحمداني فهو رأي الشاعر فيه يقول السؤال يتحقق الفوز والانتصار في رأي الشاعر بعاملين وتقع الهزيمة والخسارة بعاملين أيضا أدل على هذه العوامل من النص لا تحدث أولا عن العاملين الذين يحققان الفوز والانتصار ما هما؟ نعم يا محمد العقل والشجاعة إذن الرأي والشجاعة وردت في قول الشاعر الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني فإذا هم اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان أي إذا توفر الرأي والشجاعة بلغ الإنسان أعلى المراتب أما العاملان لدانه تقع الهزيمة والخسارة بهما ما هما؟ يا صلاة يعني أن يكون المقاتل جبع نعم أحسن إذن العامل الأول هو الجبن والعامل الثاني هو الجهل ما الذي دلنا على ذلك هو قول الشاعر هنا لو لا العقول أي العقل هو الذي يميز الإنسان عن غيره من الكائنات إذن الجهل والجبن هما العاملان الذين يؤديان إلى الهزيمة والخسارة تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجباني بكف بكل جباني إذن مهما كان السيف حادا وقويا يصبح جبانا بيد الفارس الجبان إذن الرأي والشجاعة يحققان الفوز والانتصار الجهل والجبن يحققان الهزيمة والخسارة ما المعاني التي أوردها الشاعر في مدح سيف الدولة وما هو الجديد فيها؟ ما المعاني التي أوردها الشاعر في مدح سيف الدولة وما الجديد فيها؟ نعم يا صلاة رجحة العقل والشجاعة ومكتر رفعة ووصف الجيش أنه كثير عرض وأنه بيهز الأبد الزين نعم أحسن إذن المعاني التي أوردها الشاعر في مدح سيف الدولة مثل الشجاعة سداد الرأي والحكمة القوة والعزيمة الشرف والمكانة العالية